أديبة وشاعرة وناقدة وأكاديمية فلسطينية حررت أعمالاً موسوعية وقدمت الأدب والحضارة العربية الإسلامية بصورتهما المشرقة إلى الناطقين باللغة الإنجليزية حازت على العديد من الجوائز والأوسمة كانت سلم الخضراء الجيوسي من النقاد الأوائل الذين رحبوا بالشعر الحر ودعت للمحافظة على التراث والأصالة وقامت بحركة ترجمة واسعة للكتب لكتب الأدب عفواً والتراث والفكر العربي والإسلامي عبر مشروعهما بروتا ورابطة الشرق والغرب ولدت سلم الخضراء الجيوسي في 16 إبريل نيسان 1928 في مدينة الصلط بالأردن وكانت الطفلة الأولى لأب فلسطيني وأم درزية لبنانية وكان والدها صبحي سعيد الخضراء أحد أعيام فلسطين ينحدر من مدينة صفد الفلسطينية وكان عسكرياً وسياسياً ومحامياً للامعاً كما كان واسع الثقافة محباً للعلم ومناضلاً وطنياً صلباً والدتها أنيسة سليم كانت من أرفع بنات جيلها علماً ومعرفة كانت مجيدة للغة الإنجليزية وشغوفة بقراءة الأدب الإنجليزي وكانت تروي لابنتها أحداث الماضي وتحدث عن جدها يوسف سليم وبراعته في الطب وعطائه الإنساني تزوجت سلمة الخضراء عام 1946 من برهان الجيوسي زميلها في الجامعة بقسم العلوم السياسية وهو أردني الجنسية من أصل فلسطيني وكان ثمرة زواجهما هو ثلاث أولاد أسامة ولينا ومي درست الابتدائية في مدرسة المأمونية بالقدس ثم في المدرسة الحكومية في بعكة وعرفت منذ صغيرها بحدة الذكاء وانتقلت الخضراء بعد انتهائها من المرحلة الثانوية إلى بيروت حيث حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في اللغات والأدب العربي والإنجليزي ورغم زواجهما قبل إتمام دراستها العليا وكونها أما لثلاثة أطفال كان على أعقاب الجامعة حين قررت العودة إلى مقاعد الدراسة لم تنسى وصية والدها الأخيرة لها بإكمال مسيرتها التعليمية فالتحقت بجامعة لندن برزت موهبة سلم الخضراء الشعرية في سن أبكرة فكتبت أول قصيدة وهي في العاشرة من عمرها إلا أن والدها نصحها بأن لا تكتب الشعر إلا بعد أن تتعلم اللغة العربية وتتقن دراسة مناهج الشعر وضوابطه عملت الجيوس في الإذاعة والصحافة لفترة وجيزة قبل أن تبدأ مسيرتها الأكاديمية فبعد حصولها على شهادة الدكتوراه درست الأدب العربي في أنحاء مختلفة من العالم فعملت في جامعة الخرطوم بين عامي 1970 و 1973 ثم انتقلت إلى الجزائر حيث درست في جامعة الجزائر بين عامي 1973 حتى 1975 وكانت الجيوس تشعر بالأسف لقلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية إضافة إلى المنهجية الضعيفة التي تمت الترجمة بها وأدركت من خلال احتكاكها بالمجتمعات الغربية مدى جهل الغربيين بتراث وأدب حضارة العرب وكانت تصرح بمدى الأسى الذي شعرت به عندما أجرت زيارة لمكتبة مؤسسة نوبل فقد هالها الفقر الشديد في البراجع العربية فلم تجد إلا أربع كتب هزيلة لم توضى على الرفوف كباقي الكتب الأخرى بل زج بها في أحد الأدراج ومن أهم مؤلفاتها ديوان العودة من النبع الحالم في عام 1960 بيروت كتاب الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الذي نشر باللغة الإنجليزية في عام 1977 طبعا عام مدينة لندن وصدرت له ترجمة عربية صفونا ديوان عام صفونا ديوان عام مع الدهر في عام 2021 حصلت على عدد كبير من التكريمات ونالت جوائز وأوسمة تقديرا لإنجازاتها المتميزة ومن أهم الجوائز التي حازتها جائزة جمعية الخرجين العرب الأمريكيين وجائزة المجلس الأعلى للثقافة وجائزة وزارة الثقافة الجزائرية وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي من مؤسسة سلطان بن علي العويس وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة الدولية أما الأوسمة فنالت منها وسام القدس للإنجاز الأدبي وسام اتحاد المرأة الفلسطينية الأمريكية للخدمة الوطنية المتفوقة وسام منظمة التحرير الفلسطينية وسام المجلس الوطني للثقافة في الكويت وسام الثقافة والعلوم والفنون في حقل الإبداع وأطلق على الجيوسي العديد من الألقاف تخليدا لجهودها الفذة في خدمة الثقافة والأدب العربي أشهرها عمدة الأدب العربي وسنديانة الثقافة الفلسطينية توفيت في 20 إبريل نيسان 2023 في العاصمة الأردنية عمان عن عمر يناهز 95 عام وصلنا لنهاية المحطة لكم زمرائي شكر لك عماد على هذه المحطة الهمة وهذه الشخصية التي لها بصمة ومكان كبير في فلسطيني سيد صلاحك ترجمة نانسي قنقر